السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارة ان شاء الله هنبدأ في الدرس التاني الفصل التاني اللي هو بيتكلم عن تداخل وحيود الدوق بعد ما خدنا انتشار الدوق وانعكاسه وانكساره ندخل على القصيتين التانين اللي بعده اللي هما تداخل الدوق وحيود الدوق. التجربة يونج دي التابعة داخل الدوق وانا اخدها دروقات ان شاء الله. الدرس كله عبارة عن تجربتين. فيهمة التجربتين هتعرف تحل المسألة اللي هي اصلا مش موجودة لقانون واحد في الدرس ده. هتعرف تحل المسألة بتاعته هتعرف تفهم الدنيا ماشية ازاي? وهيبقى الدرس معك خلص وزي الدرس تغير جدا. والدرس عبارة عن تجربتين اتنين فقط. تجربتين اتنين. هناخد التداخل بتاع الدوق. وهدي التجربة. بسميها تجربة الشق المستوى لدوماس يانج. الشق المستوى لدوماس يانج. او اللي هي اسمها تجربة تداخل الدوق. اللي بتثبت تداخل الدوق. طب انا عاوز اعرف التجربة. التجربة اهي. ايه اللي حصل في التجربة. عشان بس نعرف مع بعض ايه اللي حصل في التجربة. وايه الاستنتاجات اللي هي علينا وايه اللي بيحصل بالزبط علشان يديني ما يسمى بتداخل الدوق. الغلط من التجربة اللي انا لازم اوضح ظاهر التداخل الدوق اللي انا عاوز ادرسها. وده اللي عمينا من اللي عمينا قالها تماس يام. تاني حاجة اللي انا ممكن من خلال التجربة دية اعين الطول الموجي لاي دوق. من خلال التجربة دية اعين الطول الموجي لاي دوق اوحادي اللون. طب التجربة ازاي؟ ده الجهاز بتاعي. الجهاز بيتكون من ايه؟ مصدر اوحادي اللون. مصدر اوحادي اللون حاجز به فتحة ضيقة وحدة. وحاجز به شقة مزدوج. يعني حاجز يعني اعتار زي مصورة كده فيها فتحة واحدة. وحاجز به الشق مزدوج. وحائل استقبل عليه الضوء. وحائل استقبل عليه الضوء. دي الادوات. معايا كده شباب. طب هنامشي ازاي في التقربة. اول حاجة ان انا هشغل الضوء الاحدى اللون ده. مصدر الضوء احدى اللون ده هيشتغل. ثم هو لما يشتغل هيعدي من الفتحة الديقة دي. هيعدي من الفتحة الديقة. هيلاقي انت شايف قدامك كده خطوط مستقيمة هي قوس. عبارة عن ما فيش خطوط ما فيش نقط يعني ما بينه. وقوس في نقط. القوس اللي ما فيش في نقط ده بسميه القمة. مش الضوء بيتكون من قمة موقع عن. اه. يعني انا عندي قمة وعندي قوة. عندي قمة وعندي مية وعندي قاعة. فالقمة مائية دي. والقاع هو ده. دول برضو كده. دي قمة وده قاعة. دي قاعة وده قمة. ماشي كده يا شباب. دي قمة وقعة. قمة وقيعان. لان الدوء بيتكون من قمة وايه? وقيعان. لما الدوء ده هيعدي من على القمة طبعا يتكون من قمة وقيعان. هيدخل من الفتحة دية. فانا هوصله فتحتين تانين. هوصله فتحتين تانين. طب ليه فتحتين تانين? عشان الفتحة دول يكونوا على صدر الموجة. يكونوا على صدر الموجة. فتحتين يكونوا على نفس صدر الموجة. طب يعني ايه صدر الموجة يا مستر انت بتقولها دية? واللي هو السطح عمود. شايف نازل ايه? نازل عمودك. على اتجاه انتشار المقاية. ساضح عموده على اتجاه انتشار المقاية. وجميع النقطة عنده بقى لها نفس الطور. يعني لها نفس الطور. السرع والاتجاه. الصرع والاتجاه. طب ماشي. عملت فسحتين عشان يبقى لهم نفس الطور لهم نفس التردد والسعة والطور والسرعة والكل والطول كل حاجة مع بعض. بعدها ايه الا يحصل? قال للحقه. ما يدخل هنا ويدخل هنا الخلف الحاجة بتصبح فيستقبل على حاجة لما ببثي للحقه بلاقي مناطق مضيئة ومناطق مظلمة مناطق مضيئة ومناطق مصطت永ين مناطق مضيئة هي بلاقي حدث مضيئة وحدث مظلمة راقي حدد مضيئة وحدد مظلم. عاوز اعرف حاجة بقى دي كده التجربة. ده اللي بيحصل. الدوب بيعدي. بيعدي على الشكل المزدوى بيستقبله على حال الحال ده بلاقي فيه هدب مضيئة وهدب مظلم. هدب مضيئة وهدب ايه? وهدب مظلم. طب الهدب المضيئة دي جاي منين? والهدب المظلمة دي جاي منين? وايه? زي اعرف الكلام ده. قال لي هنا انا عين عشان بقى تعين المسافة ما بين الهدب المضيئة دي والهدب المضيئة دي بسميها دلتا واي. بسميها دلتا واي. من القانون ان دلتا واي بتساوي. دلتا واي بتساوي. هو من اللي داخلنا طول موجي يبقى لمدة. عش اللي داخلنا طول موجي اهو لمدة. والمسافة ما بين دي ودي مسميها مين اهو مسافة ما بين الحائل والشق ما بين الحائل والشق والمسافة ما بين الشقين دول بيأسروا اه طبعا بيأسروا بسميها دي المسافة ما بين الشقين يبقى كده علشان اعرف اعين المسافة ما بين اي هضبتين اي هضبتين من القانون الدلتا واي اللي هي المسامة بين الهضب الدين بالساويπο للمدى الموجة المسامة بين الشق والحائل في المسامة بين الايه ما بين الشقين لمدى في ار على الدين لمدى في ار على الايه؟ على الدين خلي بالا عندك اكتر واحدة ملونة بسميها هطبة مركزية مطيقة شوف لو بسيت هت ناورة دي فيها نور اكتر بسميها هطبة مركزية مضيئة هطبة مركزية مضيئة طب ايه الشرط ايه و ايه الشروط علشان يحصل تداخل الدوق ايه الشرط علشان يحصل تداخل الدوق اول حاجة ان يكون الدوق احادي الدولي الموجد ما يكفع عشان يبدو ايه ان الدوق الواحد يكون احادي الطول الموجد وان يكون المصدرين الضوئيان المصدر ده ده اللي هيدخل بقى من هنا وهنا يعني الده هنا احد الطول البوجي فهيدخل هنا وهنا لهم نفس التردد والسعة والطول لهم نفس التردد والسعة والطول خلي بالك بقى لو به قمة مع قمة كده قمة مع قمة او قاع مع قاع كده ده بسميه تداخل بناء اسمه تداخل بناء لو قمة مع قمة او قاع مع قاع بسميه تداخل بناء بسميه تداخل ايه تداخل بناء وراح ايلي ان فرق المسير في الحتة دي بتسوي ايه ام لمنة ام ايه ام لمنة ده فرق المسير ده في التداخل قاني البناء في التداخل البناء فاني المسير بيتسوي ام لمنة الام ديت هي رضبة الهضبة. رضبة الايه? الهضبة. احنا عارفنا لو عندي قمة مع قمة وقاع مع قاع يبقى اسم تداخل طب لو قمة وقاع زيدة قمة وقاع زيدة او زيدة او زيدة او زيدة لو قمة وقاع اسم تداخل هدام. اسم تداخل ايه? هدام. طب فرق المسيح اللي بيساوي ايه? بيساوي زائد نص لمدة. ام زائد نص ايه? لمدة. ام زائد نص لمدة. يبقى عندي جا في تداخل البناء وعندي تداخل هدام. تداخل البناء قمة مع قمة وقاع مع قاع تداخل الهدام قمة مع قاع او قاع مع قمة. وارنا يسمي القانون ده اللي هنحلي بمسائل النهاردة ان دلتا واي يعني المسافة ما بين الهدبتين بتساوي لمدة فقرة على المسافة بين الشق والحائل ودي المسافة ما بين الشقين. ماشي يا شباب? قال لي بقى لو انا عند الموجتين المتساوياتين في المسير هينتج ما يقرب بالهدبة المرجازية ليه المضيقة اللي احنا كنا استخدينها دلوقتي وديها هدبة مضيقة طبعا ليه عشان فرق المسير بتاعها بيساوي سفر. تعال بقى نشوف الاشكال البيانية ديت علشان ديت ممكن تجيه لك في ارسم البياني تعرف في الميل بتاعك هيساوي ايه? تعال كده معي. انا عندي دلتا واي. تعال بقى هنا كده. تعال لي هنا عشان ايه? نفهمها حلو مع بعض. ادي القانون اللي معي. ان الديلتا واي بتساوي ار في لمدة على الدي. طب لو انت هتعمل علاقة ما بين. عشان بس يتعرف انت ازاي تطلع ميل. النهاردة هعرفك ازاي تطلع الميل. العلاقة ما بين الدلتا واي. والار. دي علاقة ايه? دي علاقة طردية. دي علاقة طردية. يعني المتاقة اللي هيكون كده. عشان دي علاقة ايه? علاقة طردية. طب عاوز الميل. انت عاوز على يبقى ادرب طرفين في وساطين الاول يبقى في دي بتساوي على يبقى على هتساوي ايه? يبقى ده كده هو الاسلوب. الاسلوب هيساوي ايه? على دي. شوف تبيجي ازاي? الاول على ده على ده. طب تعال هنشوف تاني واحدة. لو انت عندك علاقة بيانية. ما بين الدلتا واي والطول الموجي. دلتا واي والطول الموجي. العلاقة بينهم علاقة ترضية. يعني هتبقى كده. طب انا عاود اجيبه الاسلوب. الاسلوب اللي هو الميل. يبقى هضرب الاول طرفين في وساطين يبقى الدلتا واي في الدي هتساوي ار لمدة. انا العلاقة ما بين مين الدلتا واي والار. لازم يكونوا في جنب لوحدهم. لازم يكونوا في جنب ايه? لوحدهم. يبقى الدلتا واي على اللمدة. ده على ده. هيساوي ايه? ده على ده. على الدين. ساوي على الدين. يبقى الاسلوب هنا هيساوي على الدين. طب لو عندك علاقة بيانية. ما بين. الدلتا واي. الدي علاقة ايه? عكسية. الدي علاقة عكسية. طب واحد على الدي. واحد على الدي يعني علاقة طردية. خلي بالك. الدي كده هنا علاقة عكسية. طب لو خليتها واحد على الدي. تبقى علاقة طردية. تبقى علاقة ايه? تبقى علاقة طردية. ماشي? يبقى دي علاقة ايه طردية. بس خلي بالك دي دلتا واي في ايه في دي دي دلتا واي في ايه في دي يبقى الدلتا واي في دي هتساوي ايه ار لمد يبقى ده هو الاسلوب الار لمد بنعمل ايه يا شباب بنخلي ده على ده طب ده واحد عديه يبقى اللي هو هنضرب في بعض عشان واحد عديه هنضرب في بعض عشان واحد عديه هنضرب في بعض ماشي يا شباب دي كده العلاقات البيانية اللي ممكن تجي لك في اي سؤال وفي الامتحان وردة جدا. وهناخد شاء الله الحصة الجاية تلاقي علاقات بيانية بازن الله معانا. فلازم نكون عارفين الاسلوب هيساوي ازاي. والعلاقة هتطلع معايا ازاي. ماشي يا شباب? تعال بقى عندي مسألتين في الكتاب. هناخدهم ونتضرب عشان المسائل بتاعتهم نشوفها بتيجي ازاي. تعال اول مسألة. في تجربة الشجر المزدوج اذا كانت المسافة بين الفتحتين السلق. المستطيلتين. اللي شوف تعال لك المسافة ما بين الفتحتين يعني دي دية. يعني دية الدية. والمسافة بين الشكل المزدوج والحائل. المسافة ما بين الشكل المزدوج والحال دي ر. شوف ان في المسألة هنا بعلمك تزاي تجيب الحقيق اما طبعا في حصة الوحدة. هنحل فيها المسائل وهنحل فيها الدرس كل. والمسافة بين هطبتين مضيقتين هي بين الهطبتين بقى ديال التلتة واي احسب الطول الموجة قبل ما احسب الطول الموجة لازم احول كله للمتر ما تسيب ديش حاجة مش للمتر كله للمتر طب دي مليمتر يعني ربا في عشرة وسيسالب تلتة دي سنتيمتر بقى في عشرة وسيسالب اتنين دي سنتيمتر في عشرة وسيسالب اتنين انا عندي الديل تايب الساوي للمتر في ارعة دي انا عاوز مين طول الموجة اللي هو الليمتر بغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد انجستروم براحته. دية كده اختيارية مش لازم. دية اختيارية مش ايه? مش لازم. طب نجيز تانية. الشكل المقابل يعبر عنه دا بالتداخل في ديجروبيد الشكل المزدوق. في زكاية المسافة بين مركز الهضبة المركزية اللي هي دي. ومركز الهضبة المضيئة الرابعة. الهضبة المضيئة الرابعة سواء دية او دي. هي تمانية من عشر سنتي. والطول الموجه للدول المستخدم خمس تلاف انجستروم المسابة بين الشك والحال والحال مية عشرين سنت. المسابة من الشك والحال ان هي دية الار. ماشي. مركز الهضبة المضيئة دية دي مسافة ماليش دعوة بيها. دي اللمدة. ماشي كده يا شباب. هو عاوز ايه? عاوز المسابة بين الشك انا عاوز الدي. خلي بالك. انت عندك الديل طويلة. ما عنديش الديل طويلة. فاكرين الطول الموجه لما كنا بنجيبه فيه القيمة الملقعية ان الوزد الباب الاول كان بيسوي سعلى الان المسافة على عدد الموجين. هنا برضو الهدى بتساوي المسافة على عدد للهدى. المسافة لعمل التالب كام? تمانية من عشر. بين مركز الهدبة المركزية ومركز الهدبة مضيئة الرابعة. يبقى كام اربع هدى. اكس على الان؟ يبقى تمانية من عشرة. عشرة صارب اتنين طبقا عشان حاول هي المتر على الاربعة هتطلع براقة متاعي. يبقى دلتا اووي. انا عاوز يدي يدي بنساوي اللامضة في على الدلتا وال. اللامضة هاي خمسة تلاف تطراب عشرة سالة تسعة. صرف عشر سالبة عشرة. سوريا عشان ادي مش لنا دي. عشرة سالة خمسة لصة في عشرة سالبة عشرة في. الار. الار معي اهيت مية وعشرين في عشر 1500. اتنين عشان ديت سنتيمتر على الدلتا اوي الدلتا اللي انت جايبها بكم? بـ انت جايبها ديت. اتنين في عشر اوس . تطلع في عشر سالب اربعة متر. ماشيك يا شاب? كل المسائل اللي هتلاقي في الكتاب مش خارجة عن مسألتين دون. كل المسائل. نركز. درس السهل. الدروس السهلة جدا في المنهج. اسهل كمان من الباب الاول بكتير. مفوش اي حاجة خالص يا شابه. درس مفوش اي حاجة خالص. بناخد تاني حاجة مع بعض وحيود الدوق. حيود الدوق برضو هما كلمتين. هتفهمهم. وشكرا. كده الدرس يكون خالص معاك خالص. ماشي كده يا شباب? حيود الدوق. نشوف التجربة بتاعتي. اللي ما بيسكت دوق حاضي لون على فاتحة دائرية على حاجز. لما الدوق بيسكت على حاجز كده. اللي بتتوقع بتتوقع ان هو يظهر دايرة بيضة. لما تخلي الدوق يعد على حاجز كده بتتوقع لو انت تستقبله على حائل. ده تتوقع ان هو يظهر دايرة بيضة. بس اللي بيظهر عكس كده. بيظهر بيضة وسو. بيضة وسو. اللي هي ايه? حلقات مضيقة بتتخلى لها حلقات مظلمة. اللي بيظهر ان بيبقى فيه عنده حلقات مضيقة بتتخلى لها مناطق مسلمة. وده بيسميه ده بسميه بكرس ايه? بكرس اي ري. ده بسميه بكرس ايه? بكرس اي ري. بكرس اي. قال لي اهيه اللي بيحصل? لما بيسكت موجود الدوق على الفاتحة الدائرية. هتلاقي بيتغير اتجاه الانتشار بتاعه. لما بيسكت الدوق على الفاتحة الحب يدخله كده وبيتعره كده. بيتغير الاتجاه. وده بينطق طبعا وده بيخلي ان الموجات بتتدخل في مع بعضها او بتتركب مع بعضها خلف الحاجز. وده بتخلي فيه عندي حيود. هي مناطق مضيئة بتتخلى لها مناطق مظلمة. وده طبعا بتنتق من تراقب الموجات التي حدث لها حيود. طب ايه هو شرط الحيود? انا كده عرفت يعني ايه حيود? ايه هو شرط الحيود? قال ان يكون ابعاد الفتحة دية مقاربة للطول الموجي للضوء الساقط. ده الشرط الوحيد. ان الفتحة دية الابعاد بتاعتها تكون مقاربة للطول الموجي للطوق الساقط. يعني قريبة للطول الموجي للضوء الساقط. عشان كده يا شباب بيشوفوا. اما جاب لي رسمة هنا. بيقول لي ايه هنا بقى يا شباب? بيقول لي بص. هنا مين الاكبر طول موجي? مين هنا اللي يحصل له حيود? هل ده ولا ده? وخلي بالك الرسمة دي برضو هتلاقيها في التدريبات. فتركز فيها. قال لي والله يا بص الابعاد دية كبيرة قوي. اكبر من الدول الموجي. احنا قلنا ده اكون ابعاد الفتحة دي العائق مقاربة للطول الموجي. دي كبيرة. هلا هي حدث لها حيود? لا مش حدثت ان تكون ابعاد الفتحة مقاربة لابعاد للطول الموجي. طب دية ايه? مقاربة لابعاد للطول الموجي. دية وثية مقاربة لابعاد للطول الموجي. وكل ما الفتحة تقل كل ما يزر الحيود اكتر. كل ما الفتحة تقل كل ما يزر الحيوت اكتر. ماشي كده يا شباب. تمام. قال لي خلي بقى لك بقى لما الدوب يصل على الفتحة بيحدث لها حيوت. ويبتتكون على شكل هطبة مركزية. اللي هي طبعا هطبة المركزية هيت. وكان بها هدب مضيئة هيت. ودي الهدب الايه? ودي الهدب المظلمة. قليت طول الموجة للدوب بيترحمة بين ربعمائة نانو متر لسبعمائة نانو متر. عشان كما نانو متر لسبعمائة نانو متر. ماشي كده? انا دلوقتي خدت كده التداخل وخد الحيوت. هل فيه فرق ما بينهم? والفرق بينهم بسيط قوي. اسمه فرق جوهري. انت لو سامع درسي من الاول هيلاقي ان التداخل هو الحيوت. اللي اتنين شابها بعض. طيب من تراكب الموجات الدوق وده برضو من تراكب موجات الدوق. الفرق ما بينهم? قلي لا يوجد فرق جوهري. انه ما فيش فرق قوي ما بينهم. اللي هو ايه فرق جوهري. يعني ايه? فرق بسيط جدا هو اللي ما بينهم. طب ليه ما فيش فرق ما بينهم? عشان كل من هما زايرة موجية تنشأ من تراكب الموجات. سهي معتر. ان كل من هما زايرة تراكب الايه? تراكب الموجات. كده الدرس بتاعنا خلص. الدرس بتاعنا كده خلص يا شباب. هناخد بقى تفسيرة الايه? للاربع للدرسين اللي احنا خدناه. ادي الانكسار والتداخل والحيوت. الاربع اللي احنا خدناه. كل واحدة شكلها هيت. رسمة بتاعتها. المفهوم بتاع العنكس. الانكسار التداخل ودي الحيوت. التداخل هو التراكب الموجات الدوق الصادرة من مسترين مترابطين. وانتج عندها تقوية في بعض المواد ده. وانها يدام نشد اخر دوق في موادع اخر. اما ديها بتغير مصاري الدوق. موجات الدوق انت مرورها. خلال الفتحة بيؤدي لتراكم موجات الدوق وتكوين هدى موضية اخرى ومصلم. برضو هنا هدى موضية ومصلمة هنا هدى موضية ومصلمة. ما كانها دي في نفس الوسطة عند مرور الدوق من الشكل المزدوج في نفس رأس بس هنا بيمر من من عائق او حافة حاجز. شروط كل واحدة ايه? والشروطة. ادي برضو هو تلخيص خصوص الموجات للدوق ان الدوق سير في خدوط مستقيمة. الدوق يعني عكس الدوق يعني كسر الدوق يحصل له تداخل الدوق يحصل له حيو. ده كده الدرس بتاعنا خلص يا شباب. على ما اعتقد ما فيش درس اسهل من ده. ولا هتشوفوا درس في المنهج اسهل من ده يا شباب. فنركز بالدرس ده ونفهمه كويس جدا 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 زي ما شرحته. ان شاء الله المرة الجاية هنحل عليه. واشوفك المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.